تصاعد نشاط بعض الوزراء والمسؤولين في مؤسسات الدولة المرشحين لانتخابات مجلس النواب مع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع مما أثار انتقاد الكثير من المواطنين حتى مؤسسات الدولة الخدمية التي لها تماث مباشر بحياة المواطنين لم تسلم من هذه الانتقادات مما يعكس حجم الفجوة التي أحدثتها الصراعات السياسية بين المسؤولين والمواطنين وتأثيرها على مدى إقبالهم للانتخاب وفق مراقبين أنا وإيه المسؤول إذا يشتغل ويبقى مستمر بعمله هذا على عين وعلى رأسي بس إذا وراء الانتخابات بشهر وطلع كلاوات لا والله نقدم ونظل نسبه ونظل نغلط عليه ونحترض عليه بالقناوات الفضائية ونحكي عليه بس نريد قول وفعل أنا خدمة صورني وأنا أخدم صورني وما أدري شيني ترى المسؤول مو يخدم المسؤول ما يجي يسوي رصيف ويسوي متنزل لا المسؤول أن يقدم مكانة وأكو ناس تعمل لخدمة العراق تأثر المواطنين بالصراعات السياسية لم تخلق صعوبات في إقناع المرشحين الجدد للمواطنين ببرامجهم الانتخابية فقط فالمسؤولون الحكوميون باتت استجابتهم السريعة للشكاوى مصدر شك وريبة لدى الكثيرين في هذا الوقت بالذات المسؤول الذي يظهر الآن ويحاول أن يكسب الناس غلطان لأن الناس ليسوا سردج لهذا الحد لهذا أنا أعتقد هاي محاولة فاشلة لا يكتب لها النجاح أما المرشحون الجدد فهم اللي ينبغي أن يقدمون الصورة المناقضة صورة تغيير العراق أكو دوائر أعمالها الروتينية هي هكذا يعني كثير من الدوائر يعني مثلا مزارة الصحة هي أعمالها الروتينية تستخدم يومية مرضى إحنا بالنسبة أنه هو هذا عمل الروتيني اليوم معنا نحتقد بأن البلد يحتاج إلى ناس إذن خبرة كبيرة في مجال التنفيذ ونحتاج إلى صوت هادئ في مجلس النواب يعمل بصمت ويشرع القوانين اللي يتخدم البلد هذه الهوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كانت مادة دسمة للتشهير والتسقيط الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعض وسائل الإعلام الأمر الذي دعا نقيب الصحفيين العراقيين إلى مطالبة وسائل الإعلام بالتزام الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل المتنافسة وعدم الإنجرار وراء المناكفات السياسية نحن نطلب من وسائل الإعلام أن تكون محايدة وتكون موضوعية وأن تكون وطنية وتفرز أيضا حتى الأشخاص الإعلامين الذين سيذهبون إلى الانتخابات عليهم أن يفرزوا الذي يخدم البلاد يخدم الوطن يخدم الناس الوطني الذي لا يفرط ببلده نتمنى أن تستمر هذه الاستجابات ليس فقط في الفترات الانتخابية وغير الانتخابية المواطن بحاجة أحمد عرام الحرة بغداد